منذ انطلاق شرارة تظاهرة تشرين واخر العام الماضي وانتفاضة الشعب ضد الفساد وترد الخدمات في جميع مدن العراق كانت أولى مطالب المتظاهرين إجراء انتخابات حرة نزيهة بعيدة عن هيمنة الأحزاب والكتل السياسية إلا أن الخلافات السياسية بشين قانون الانتخابات وعدم القدرة على تعديل بعض فقراته ما زلت حاضرة في المشهد حيث اتهم سياسيون قوى برلمانية كبيرة بالوقوف ضد إجراء الانتخابات المبكرة عبر عرقلة إقرار القانون بصيغته النهائية مستغلة نفوذها اتلاف النصر أكد أن أغلب الكتل السياسية داعمة للإبقاء على الدائرة الانتخابية الواحدة بسبب ما أسماه بالرمزية الشخصية للحصول على الأصوات كون اعتماد الدوائر المتعددة لا يخدم مصالحها في الحفاظ على مكتسباتها المتحققة منذ سنوات فيما اتهمت عضو مجلس النواب ندا شاكر جودة تحل فيسايرون واتحاد القوى بعرقلة تعديل قانون الانتخابات اعتقادا منهما أن الشكل الحالي للدوائر الانتخابية سيزيد عدد مقاعدهما في الدورة الانتخابية المقبلة وبرغم استمرار الاجتماعات السياسية بشأن القانون والتي كان آخرها لقاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي برؤساء الكتل النيابية لحسم ملف الدوائر الانتخابية لأن ما تمخض عن الاجتماع هو تحمل الحكومة مسؤولية إجراء الانتخابات المبكرة وتهيئة الظروف المناسبة لإجرائها وتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات دون حسم مشكلة إقرار القانون وإنهاء الجدل حوله ومع أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظم تعهد عند توليه رئاسة الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة يبرز على السطح صراع سياسي بين أحزاب السلطة هدفه تحقيق مصالحها متنسية مطالب الشعب فلمن ستكون الغلبة في نهاية المطاف ترجمة نانسي قنقر